كنيسة هي المسيح ندخل إليها فيصير في وسطنا ثم يتحد بنا فتصير الكنيسة هي نحن فيه كنيسة هي أحضان المسيح وهذا هو سر فرحنا بسم الآب والابن روح الخدس لله الواحد أمين حلقة جديدة من برنامج كنيستي الكنيسة لأنها مولودة في العالم لأنها ليست ليست كنيسة سمائية خالصة ولكنها أرضية سمائية يعني هي وإن كانت سمائية الموقع الروحي وسمائية القوى الروحية وسمائية السلطان ولكنها أيضا موجودة في أرض أشواك موجودة في أرض قد تكون وسط مجتمع مظلم أو وسط مجتمع في ملوك يضطهدونها عشان كده هتلاقوا دايما بكلمكم عن الكنيسة اللي في هذه الأرض فلابد أن نتكلم عن تاريخ الكنيسة وأنا نتكلم أيضا عن تاريخ الأرض لأن للأسف منذ أن غلدت الكنيسة وهي مضطهدة من ملوك العالم وحتى حينما جاء ملوك مسيحيين استطاع الشيطان أن يجعلهم يضطهدوا الكنيسة الحقيقية التي تحمل إيمان بأن جعل هؤلاء الملوك يحملوا إيمان آخر وشفنا أن نوادر من كان يحمل إيمانا حقيقيا وكان إنسانا له عمق روحي زي سيدوسيس كبير وسيدوسيس التاني وزي ما هنشوف كمان فيه اتنين من الأبطرة اللي هيجوا بعد شويتين أو تلاتة يعني ليهم عمق روحي هنشوفه كمان شوية الوضع في العالم كله كنايس في حالة صراع شديد ماركيان وبوليكاريا ولعوا الكنيس وبيسندوا خلق دونيا وبقى خلق دونيا اسم مرتبط بالملك عشان كده كنيسة المصرية بتاعتنا سمتهم الملكانيين التبع الملك أما نحن كنيسة ابطية لا تخضع للملك مات ماركيان وما كانش في حد يارس العرش فانتخبوا لاون لاون بقى الملك غير لاون بترك روما اسمه لاون وهو أصلا من أصل تراقي وكان تدرك في الجندية لحد ما بقى أحد الرؤساء الجيش العظام وهو اسمه فلافيوس ذاليروس ليو أو ليو التراقي أو ليو الأول وهو اتولد ربعمية واحد وكان امبراتور بيزنطا أو المملكة الرومانية الشرقية من ربعمية سبعة وخمسين لربعمية أربعة وسبعين وهو آخر واحد آخر واحد وضعوا على الكرسي أحد الرؤساء وأحد السياسيين رؤساء الجيش والسياسيين اللي كانوا بتحكموا في الإمبراتورية الشرقية ولوه أيادي في التحكم أيضا في الإمبراتورية الغربية اسمه أسبار أسبار دا هو اللي كان وضع سؤدوسيوس الثاني على الكرسي وكان بيسنده وهو اللي حط مركيان وهو اللي قال لبوليكاريا تتجوزي واحد من القوات الجيش عشان تعودي على العرش عشان ما يروحش الملك من الأسرة بتاعتك وهو اللي هيحط لاون برضو رئيس أحد رؤساء الجيش على عرش روما هو كان له قوة جبارة أسبار دا ووضع لاون على الكرسي وده أول واحد يتوج كإمبراتور جوه الكنيسة واللي يحط له التاج على رأسه باترك القسطنطينية اللي اسمه أناتوليس وتحالف ليو أو لاون الأول مع جماعة اسمها الإسواريين وهيجوز بنته لواحد اسمه تراسيس اللي هيغير اسمه بعد كده الزينون أحد قوات الجيش وهو من جماعة الإسواريين جماعة الإسواريين دي منطقة منطقة سوريا وأرمانيا وهو كان دي جماعة لها قوة في الجيش البيزنطي وزينون كان يتزعمهم فهو علشان يبقى في قوة جبارة معاه ضد بعض المؤامرات بتاعة أسبار وهتشوف أسبار دا هيحصل له إيه بعد شوية البواديس كوروس تنيح واللاون قاعد على الكرسي وكان في الإسكندرية جنرال اسمه ديونيسيوس كان هو الكتيبة اللي كانت بتفرض الزعيم الكتيبة والوالي اللي كان بيفرض خلق دونيا على الكنيسة الإبطية ديونيسيوس دا كان في الصعيد كان فيه ثورة في الفترة دية لما ماركيان مات حصلت بداية قلاق الوسورة في الصعيد هو راح علشان يخمدها لأباط انتهزوا الفرصة الإسكندرية مفهاش ديونيسيوس الجنرال ديونيسيوس حطوا اليد على البابا تيميساوس اللي هو كان القصة تيميساوس اللي كان منفي هو والشماس بوتروس اللي هما تنين من تلاميذ البابا ديوسكوروس وأهم تنين كانوا بيقودوا الإيمان الأرثوديكسي ضد خلق دونيا في الإسكندرية أو في الكنيسة الإبطية في تلاتة بابا 173 شهدة أول أكتوبر 455 جابوا هذا الأب وهو أصلا كان راهب في دير القلمون استدعى البابا كيرلوس ورسموا كاهن كان راهب استدعى رسموا كاهن علشان يخدم في كناس الإسكندرية وضع اليد عليه ثلاثة أسقفة بس اتنين من مصر واحد من أرشاليم اللي هو بوتروس الأيبيري وبوتروس الأيبيري ده الوضع اللي رسمه أسكف جوفينال وبوتروس الأيبيري ده كان أحد الأسقفة اللي بيقودوا الكنيسة في أرشاليم ضد خلق دونيا ولما جوفينال طرد وجرد بقية الأسقفة اللي بتسند خلق دونيا في الآخر بعد بعد ما قدر أنه يتخلص من بوتروس القسار وبعد النفي ما قدرش يطرد ما قدرش يجرد بوتروس الأيبيري ده ليه بقى؟ لأنه أصلا كان له مركز قوي جدا هو أصلا كان أمير أحد أمراء منطقة إيبيريا على البحر الأسود وبعدين حاكم إيبيريا وهو بوتروس ده طفل صغير أهداه لسئدوسيوس الثاني وقال له علامة على خضوعنا ليك يعني أحد الأمراء هيكون معك في الأصر ربي أنت فتربى في الأصر وهو كان إنسان قديس وطقي من وهو طفل صغير فأحبوا أحبوا سئدوسيوس وزوجته وعينوا في سلاح الفرسان لكن بعد فترة هو كان اعتزل هو وأبو الروحي في قسطنطينية وطلبوا من سئدوسيوس سئدوسيوس الثاني أنه يصبح لهم يأسسه دير في فلسطين وقعد في فلسطين وجوفينال وضع اليد عليه بقى أسقف لكن نتيجة الوضع اللي كان عنيف في أرشاليم هو ساب أرشاليم وجي مصر هو ورئيس الشمامسة بتاعت أرشاليم وضع اليد على القصة تميساوس ليكون البابا تميساوس التاني سنة 457 عقد مجمع البابا تميساوس حرم بروتيروس وحرم خلق دونيا وحرم كل من هم في في الطيار الخلق دوني سواء سقفة أو كهنة أو شعبة وأعلن أني منشور لاون هو منشور هارتوقي ورح في رحلة في خدمة الخدمة تثبيت الإيمان في كل أبرشات مصر الشعب بعت لاون وقال له البابا ديسكوروس تنيح وإحنا اخترنا تميساوس كان لسه لاون مش فهم الدنيا قوي فالكونت ديونيسيوس ده رح بص على الوضع كده وشاط هو زي ما قلتلك وضع اليد عليه لما كان ديونيسيوس ده غايد فرح بعت لاون وقال له الوضع خطير لإني لقباط حطه باترك تاني مش خلق دوني فرح رح بعت بعت لاون جاب باترك الكوستنطنية أناتوليوس وقال له الشعب الإبطي اختار تميساوس قال له لا إلا تميساوس ده تلميسيوس كوروس ورح بعت أناتوليوس ده باترك كوستنطنية خطاب للشعب المصر وقال احنا مش موافقين على تميساوس ورح بابا باترك روما رد على لاون يعني وقال له أن هذا الباترك عدو المسيح خيال له كلمة عدو المسيح ده كانت في بق باترك روما لكن زي ما قلت لكم كان فيه طيار قوي في القسطنطنية ضد خلق دونية ورح قاله هنحط اليد على واحد تاني يبقى باترك في الكنيسة الابطية كان وقتها ببروتيريوس اتقتل في ثورة من ثورات الشعب وبروتيريوس الحقيقة كذا مؤرخ يقول قصص مختلفة غلبية المؤرخين أخذ ونقلوا من قصة شعبية انه هو في حركة صراع بعد موت ماركيان راحوا الشعب الابطي جابوا من 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 مكان اللي كان فيه سكنوا يعني وفي الشارع أتلوا وحرقوا حتى جسده لكن في قصة تانية لمؤرخ اسمه زكريا يقول ان جنود الرومان هم اللي أتلوا وحرقوا لأنه كان بيدغط عليهم انهم يقتلوا الشعب الابطي يعني كان هو بيحرط دايما ان اي حد يجنح يقتلوه اقتلوه فهم أتلوه وفيه رواية تانية بتقول انه هذا الشخص كان شرح للفلوس وكان اي مكان بيروح وكان بياخد فلوس الكنيس وفيه مرة مرات اتعرف ان هو يجمع في السكن بتاعه فلوس كتيرة نط لصوص عليه وقتلوه وخدوه وجرجروه وحرقوه ايا كان بيد بورتريوس لكن بعد موته اصبح البابا تميساوس باترك مفيش باترك تاني فانوتوليوس باترك استنطنية ولون باترك روما ضغطوا على ليو والامبراتور اصدر امر بنافي البابا تميساوس وهنحط واحد تاني على الكرسي على كرسي ماري موروس اصدر الامبراتور تحت تأسير روما وتحت تأسير الخلقضونيين وزي مولتلكم كان جوة قسطنطينية حزبين حزب الخضر اللي هما اللاخ الخلقضونيين وحزب الزر اللي هما الخلقضونيين دولة كمان كان ليهم لوب كبير جوة الاصر فاصدر قرار بنافي البابا تميساوس لنفس المكان اللي اتنافى فيه البابا ديسكوروس اللي هو جزيرة غاغرة كان سنة ربعمائة وستين وحتى يقدروا يقبضوا على البابا تميساوس يقول كنت بالتريق انه استشهد عشر تلاف ابطي عشان يوصلوا للبابا تميساوس البابا تميساوس اتنافى للجزيرة وهناك فضل يكتب كتب كتبات ايمانية ويقال انه هو في طريقه للجزيرة كانت كل المدن بتاعت الشام بتضرب اجراس استقباله يعني وعينوا روما عينت واحد تباحهم اسمه تميساوس برضو بس تميساوس يسموه سولوفاتشولي او صاحب القلونسوة البيضاء كان بيلبس قلونسوة البيضاء هو على الفكرة كان راجل كويس جدا فضل وكان متعاطف مع الشعب الابطي اوي وفضل سبع سنين في اداسات يذكر بابا ديسكوروس شريك لي وده قبل بابا ديسكوروس وبعد بابا ديسكوروس كان بيذكر بابا ديسكوروس شريك لي ايضا لكن نتيجة انه خلقدوني فالشعب ما كانش قبله البابا ديسكوروس في الجزيرة سمعت البابا ديسكوروس كانت قوية جدا فاستقبلته الجزيرة وفضل وسطيهم بيكتب رسائل للشعب الابطي ورهبان وسموه في الجزيرة العجيب الرحيم يقول لاني كان يصدع معجزات كتيرة خراق شياطين وشفاء ماردة فسموه العجيب الرحيم اتوفى اه اناوتوليوس بطرة كوستنطنية اللي كان له دور سيء جدا وقعد بعد منه اكاكيوس وعمل مجمع اكاكيوس ده حرم فيه البابا تيميساوس الوضع بقى في الكنيسة السكندرية البابا تيميساوس في المنفى فيه بطرة ملكان الشعب رفضه والدنيا بتغلي الوضع السياسي بقى كان بيغلي برضو لاني اسبار ده بتلك اللي هو كان متحكم في الامور السياسية لما قعد لاون على الكرسي كان له شرط هو كان عنده ثلاث اولاد فقال له قعدك على الكرسي بس شرطي الوحيد انك تدي ردب ردب قيصر لأحد ولادي وتجوز التاني لحد من بناتك والتالت تدي له مركز في الجيش ولون وافق على الكلام ده لكن زلت السرين وماش عايز يعمله اللي هو انتفقوا عليه فيقال انه هو في مرة مرات قدام الناس مسك التوب بتاعه وقال له لا يليق بمن عليه هذا البرفير ان يخلف وعده فقال الملك قال له ولا يجوز ايضا ان يكون الملك عبدا لاخر ما هو في مصلحة المملكة ساعمله اول ما قال الكلمتين دولم ابتدى اه ابتدى اسبار يخطط لقلب نظام الحكم كانت زوجة لاون اسمها فيرينا وكان لها اخ اسمه باسيليوس او باسيليكوس وكان هو احد قواد الجيش وكانت عايزة يبقى باسيليكوس ده هو ولي العهد بعد زوجها عايز اخوها يبقى ولي العهد بعد زوجها وزي ما قلتلكم علشان يقدر لاون يضع يخلي المملكة في حالة توازن اسبار والقوة بتاعته بالمناسبة اسبار كان اريوسي فخل زينون احد قواد الجيش قلتلكم بالجماعة الاسوارية او اللي هي منطقة ارمانيا وسوريا دي خلاه يتجوز بنته اسمها اردنيا واصبح دلوقتي زينون كمان عينه على انه يبقى ولي العهد فالوضع في المملكة اصبح في حالة صراع اللي زود الصراع يبقى اني جنساريك اللي هو زعيم الويندال ويندال اخد منطقة شمال افريقيا ومنطقة شمال افريقيا دي معناها انه دخل على البحر المتوسط حط القسطول بتاعه فبسهولة ممكن يروح متحرك لحت القسطنطينية ويهدد المملكة وخاصة انه اه اتحرك باسليوس بال بالقسطول بتاعه وعند البحر المتوسط جي اسبار بقى اللي بقول لك ايه انا شايفك عايز تبقى تبقى امبراطور وليه العهد اه انا زي ما قعدت ليو او لاون على الكرسي هقعدك انت كمان بس الكلام ده قدام حاجة واحدة بس قال له ايه قال له ما تضربش جنسريك وتنتصر وحصل اتصال بين اسبار وجنسريك قال له انا اتفقت مع باسليكوس انه مش هيخش ويحاربك وهيفضل الاسطول موجود هناك ولع في الاسطول تقول لي الخيانة دي كانت لي اقول لكم وهو كان خاف بقى اسبار من انتصار ليو القوي يزود شعبيته ويزود قدس سياسية فيقدر يتخلص منه فاللي حصل انه باسليكوس بلع الطعم ووصل للبحر ومرضيش يدخل وجنسريك قال له انا عايز اهدنا خمس ايام بس ونعمل صلح قال له موافق وفي الخمس ايام دي جنسريك راح مولع في الاسطول وعرف ليو عرف ليو ان اللي حصل ده نتيجة تقاعص باسليكوس فامر بالابد عليه اخه امراته فجري باسليكوس راح القسطنطينية ودخل الكنيسة وقال انا معتصم الكنيسة اياسوفيا وقال انا معتصم اه بالمسبح اه ضد ضد الامبراطور اتشفعت اخته فرينا و وراح اه قال له ارجع وانا مش 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 حاكمك بس حط زينون رئيس جيوش الشرق زينون اللي هو يبقى جوز بنته بقى ده خلى اسبار يقول الله اذا كده في عندي مشكلة تانية ناحية زينون هو كده حل مشكلة باسيليكوس خلاص طار من عنده فراح ابتدى يعمل مؤامرات للجنود اللي هو كان اصلا من زمان قاعد بتاحهم عشان يقتلوا زينون فزينون هرب راح منطقة انطاقيا وبعا كده راح ل بلغاريا هرب من واجه اصبار ليه يعرف الوضع ده فحس ان اصبار تدى يتخلص من الناس اللي حواليه فقال له تعال انت عايز ايه قال له الوعد اللي انت وعدتين بيه قال له حاضر فعنده كان ابن اسمه باتريسيوس قال له قايصر خلاص عينه قايصر وابنه التاني خطبها البنته اسمها لوينية اول ما حصل كده هاجت القسطنطينية كلها الشعب والبترك هاج وقال له انت حطيت قايصر اريوسي انت بترجع لنا تاني فالنز اللي احنا اصلا كنا تعبنين منه واللي عمل في التاريخ الكنسي حاول يغير العقيدة ابتدى ليه يخاف وابتدى الشعب يحاصر القسر فوقف الامبراطور وقال لهم هاجب لكم باتريسيوس يطلع يقول انه ارتدوكسي ومش اريوسي لكن اسبار ما كانش وصف كلام ليه حس انه هيجيب لهم باتريسيوس للشعب والشعب هيهجم عليه يقتله فاخد عياله التلاتة وهرب لحية خلق دونيا وابتدى يعمل مؤامرات من هناك فليه خاف فبعت لهم قال لهم تعالوا انتو هربتوا ليه انا مش هعمل فيكو حاجة تيجي انت بنفسك وتجبنا عشانه ما خاف لا يقتلوه في الطريق فرح لهم وجابهم وعمل لهم الاحتفال كبير لكن اسبار كان ابتدى يخطط لاغتيال الامبراطور عرف ليه ان هو بيخطط لده فعمل وليمة كبيرة اول لاستقبال اسبار وولاده وجوه الوليمة دي احد الخصيان بتاعه اسمه رادابور راح مسك التلاتة قتلهم ليه اه اسبار اتقتل في الحال وابنه باتريسيوس اتطعن وسابه في الارض بينزف دم بيقال انه هرب هو واخوه التاني لاون رزق بطفل ولكنه مات بسرعة وفضل بنته متجوزة زينون الاسيوري ده وقال هخلي زينون هو ولي العهد هاج الشعب وقال ده اصلا مش من اصل نبلاء احنا احنا مش مش حابين يقض على العرش فزينون خلف من بنت الملك بنت الامبراطور حفيد سمته سموه لاون سميه ليو التاني فهو عنده اربع سنين ليو الاول اعلن ان لو هي التاني اللي هو العهد مات ليو سنة ربعمية اتنين وسبعين وبعد دفنه بعد دفنه على طول اتعمل احتفال لتنصيب ليو الصغير اللي هو عنده اربع سنين امبراطور وهو قاعد في الاحتفال ده امه بقى اللي هي زوجة زينون قالت له لم يجابوك لم يجابوك يخضع براسه خد التاج ده حطه على راسه وفعلا راح زينون في الاحتفال ده ابنه اربع سنين على العرش راح عشان يخضع ليه اخذ التاج حطه على راسه بقى هو الواسع على العرش بعد تسعة شهور مات الطفل ما راجع تقول انه تسمم وما راجع تقول مات طبيعي لكن في النهاية من موت الطفل ده اصبح زينون هو الامبراطور ويبدأ عصر جديد في الكنيسة والامبراطورية كلها زينون بقى كان متجوز قبل بنت الامبراطور وحدة اسمها اركديا كانت من اصل اريستقراطي ولما بقى امبراطور عمل لها تمثال هي توفت توفت بعد ما خلفت ثلاثة البنت الكبيرة اللي هي هتبقى الارية او الراهب الاري هنعرف قصتها المرة اللي جاية لكن دي هتغير في الاحداث كتير جدا الهنا كل ما اجده كرام الابد كنيسة هي المسيح ندخل اليها فيصير في وسطنا ثم يتحد بنا فتصير الكنيسة هي نحن فيه كنيسة هي احضان المسيح وهذا هو سر فرحنا